اشتركوا في القناة 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 فقط في فصل الخريف لما تكون في حوجة لغيام المبادرة المطوعين الموجودين في المبادرة بيغرروا أنهم يخشوا الميدان وكذا في 2014 نفير كانت اشتغلت مرصد كانت ترصد كل المناطق المتأسرة والمضررة من جرع السلولة والفيضارات في كل أنحاء السودان وكانت تحكيس هذه الأشياء للمنظمات الوطنية والمنظمات الأممية الشغالة في المجال وكانت للحكومة الجهاز التنفيذي في الحكومة كنا نحكيس لهم الضرر وين كانوا مركز مقلومات لكن ميداني أو شغل مرصد بالضبط كان شغل مرصد نعم في 2016 برضو كانت الحوجة لغيام نفير لأنه كان في مناطق سيرة الدررة من جرع السلولة والفيضارات وأمطار اشتغلنا في خرطوم في مناطق الريف الشمالي اشتغلنا في ولاية النيل الأبيض في ولاية السلنار في ولاية النيل الأزرق نعم لحتى واشتغلنا هنا كان حتى بعد نهاية الفصل الخريف نفير اشتغلت مع وزارة الصحة أو اشتغلت مع المطوعين في موضوع الكوليرا لأنه كانت الماطق ديك مع نهاية الخريف طواري كانت فيها مشاكل الكوليرا كبيرة جدا نعم نفير تاني اشتغلت 2019 برضو قبلها برضو اشتغلت كانت في الكوليرا برضو في ولاية الخرطوم وفي ولاية السلنار والنيل الأزرق في 2019 عادت نفير تاني للشور لحوجة المضررين واشتغلنا من أبرز المناطق اللي اشتغلنا فيها مناطق الريف الشمالي وضرملي والجيلي والمناطق دي كانت الأسرة دي في داخل الخرطوم أما في ولاية النيل الأبيض كانت في مناطق البلزات في 2019 كان في مناطق كبيرة جدا مضررة وكان ضرر كبير جدا في ولاية النيل الأبيض نفير اشتغلت عليها وفي كسلح كسلح و السلنار 2020 شنو الحدثة الإيجابية اللي حصل لنفير يعني هي الآن اشتغلت نحن نتكلم عن المناطق اللي انتم شغالين فيها والأتياب الميدانية وكده لكن شنو الفارق شنو الحاجة الإيجابية اللي حصلت لنفير في 2019 في 2020 في 2020 نفير في 2020 ونفير 2019 هم كانوا في عهد جديد في عهد بتاع الثورة قدمت شهداء قدمت ناس ضحت بحياته عشان تغير واقع معاش في السودان وكده كان هناك حماس كبير من المطوعين انه يشتغلوا انه يمدوا الدلعون والقوس للشعب السوداني في 2020 بصراحة نحن كنا يعني ما متوقعين دعومات كبيرة ما متوقعين يعني للكورونا وكده فبدينا لنا زي تقريبا شهر نعم بدل يوم أربعة ثمانية في تعاوضة النشاط أي أربعة ثمانية في 2020 بدأت تتعمل بتاعت المسح الميداني والحجاج وحصر الضرر بدأت في مناطق كثيرة مناطق السودان كله كعام ما في مناطق القرطن فكان في حماسي من كل المطوعين أول اجتماع لنا في انه الناس قررت انه تدشن نفير 20 حضر مثلا والي ولاد الخرطم حضر التدشين بتاع المبادرة 20 ويتناقش مع المطوعين في المشاكل اللي بتحصل لهم شنو يعني حسيتم انه هذا برضو ممكن يعتبر اهتمام من الدولة كان في اهتمام من الدولة مسؤول الاول في الولاية ووعد انه بقدر الامكان انه حاول يوفر آليات حاول يوفر ما بيقدر عليه ان يساعد به وهو بذات في الضرر الموجود داخل الولاية الخرطم اللي هو في نطاق اختصاصي طيب نحن الآن بيشوف في مجموعة من الصور انك اندي اثار الخريفة اثار الفيضانات برضو في عدد من المناطق خلينا نتكلم عن فكرة الزيارات الاولى اللي بتعمل اتيام المبادرة لما يمشوا لمنطقة مثلا لأول مرة بيفتشوا عن شنو بيشوفوا شنو بيكونوا طالبين شنو من اهالي المنطقة بتكلموا عن الزيارة الاولى تقييمية طيب اه بيبدأ الشغل هو اساسا بيجي ببلاغ عبر ارقام التلفون على ارقام التصال ارقام البلاغات الموجودة منتشرة في السوشال ميديا منتشرة في كل المنصات بيجي بلاغ للمبادرة انه اخي احنا في انا فلان الفلاني في المنطقة الفلانية وحاصل علينا كده فعندنا ازلة معينة بنسألة ليهو على سنو ناخد حاجة اولية تقييم اولي للمنطقة حتى نعرف ذاته طريقة الوصول للمنطقة كيف انه هي ممكنة ما ممكنة عن طريقة يعني في مناطق ان احنا ما نقدر نصلها مثلا بالارجل ولا بالعربات فمنضطر مثلا عندنا شركات معنا سلكشافة البحرية وبنتوصل عليهم بالسوق وبمشل منهم مثلا بمشوا معنا فراد منهم بقوارب صغيرة قوارب مطاطية صغيرة على سنو احنا نقدر نصل بها المناطق فمشي عند هاتين ميدان داع عشان يمشي بمسح المنطقة وغيم الضرر الموجود في المنطقة هاتين يكون فيه مطابعين يكون فيه متخصصين من الصحة متخصصين من الهندسية المكتب الهندسي هذا عشان يغيموا شكل الضرر وغيموا الوضع البيئي والصحي في المنطقة المطررة هذه هي الزيارة الأولى هذه هي الزيارة الأولى التي تكون فيه المسح والتقييم طيب نحن كنا نتابع في نفير من بداية حتى المتحركات كان لما يكون في حوجة تطلب من جمهور الصفحة في الفيسبوك كنا محتاجين عربية بوكس محتاجين هايس هل مازال الأداء شكل الحركة؟ والله الآن بيقع عندكم برضو مركبات متوفرة تابعة للمبادرة؟ المبادرة من نفير هي حملة الناس للناس يعني نحن نفير ما بتمتلك حاجة ولا في يوم من اليوم ستكون ممتلك عربات مثلاً أو مقر أو كده كل ما نحتاج لي حاجة نحن قاعدين نشورها للداعمين عندنا شركاء وداعمين وكده هم بحاول يوفروا لنا الحياة دي السنة دي شركة صلاة زين ما غسرت من بداية الحمل لغاية الآن هي وفرت لنا عربات المسح كان داخل ولاة الخرطوم أو خارج ولاة الخرطوم حكومة الولاية وفرت لنا جزء كبير من الوقود لهذه العربات الحكومة الاتحادية ممثلة في يعني في الجهاز التنفيذة والمناي وفروا لنا جزء من الوقود برضو للمناطق الخارج ولاة الخرطوم للفروق بتاعت المسح وال ف لما تكون عند الحوجة لأي حاجة لعربات لأنه كان لدينا اتيام طالعة لكذا منطقة في داخل ولات الخرطوم في بزاة مناطق مجربة الخرطوم الآن بنتكلم في اتيام موجودة وين؟ عندنا اتيام موجودة الآن في مناطق جنوب الخرطوم مناطق الكلاكلات الشقلاب الشقلاب ماذا يعني؟ اتيام موجودة معها لأن هذه المناطق كلها من امس تم تغييمة وحصلت لها زيارات وحتى ما وصلناها بيقين عرفين شكل الضرر اللي هو الحتادي متاخمة للنيل وشكل الضرر فيها عبارة عن فيضان للنيل يعني لها احتياجات اللي انتم عرفينها الآن هي يعني مبارح بدأت من الحاول نوفر في شوالات ومعدات بتاع التعبية للشوالات دي وكده على سنو تشيل لنو ديها للمناطق دي لان المناطق عشان نقدر نعمل ترس لمنيل في المناطق دي وكان في اتصالات مع ولاية الخرطوم ينا هي توفر الينا عاليات لقينا معظم الاليات بتاعتي هي ذاتة شغالة في مناطق تانية فبالمجهود الشعبي والمجهود بتاع تلجان الخدمات في تلك المناطق او المناطق المتاخمليهن ومجاورن وكده مع مطوعين نفير بدت الناس من امس شغالين في وضع التروس وتعبعات الجوالات يعني اللي تكفر المنطقة من الفيضان الحاصل النيل طيب انتك بذكرتها يا رامي انه الاتيام دي بيكون فيها فنين وبيكون فيها مهندسين في مناطق النيل بيفيض منها والناس بيكونوا عارفين من ياخده مجرى بتاع خور مثلا اللي هو بمويت المطر بكوبها في البحر كده فهل انتو بيتقيوا مثلا زي المجاري دي انو والله حتة دي اذا اتقفلت قد تتسبب في انو النيلده سيفيض من مكان تاني والله الخيار بيكون متروك لمنوع هل هو راي فني بحث ولا برضو متروك لي وصل منطقة ولا الحكاية بتمشي كيف هناك الحاجة زي ما بتصر لنا في مناطق السيول يعني منطقة مرعبع الشريف مثلا هي يعني ممكن نقول معظم المنازل كانت قاعدة موجودة في مجرسيل حتة في منطقة وضرملي برضو كانت في مجرسيل مع ان السيول مثلا ممكن يكون له زي خمسين ستين سنة ما ماجهة لكن هلنا زمان بيقول لك السير اللي حولو بي يعني بيجي بيجي ففيناس طبعا كانت يعني قصدت انه المنطقة دي ما فيها سيل او مشعروا بانه الحتة دي ما جابت سيل بدري معناه خلاص انه هم حتة دي ما فيها مشكلة فهم واصلوا فيها وبنوا فيها وسكنوا وكذا في حتات زي مناطق كثيرة الحكومة السابقة وزعتك اراضي سكنية وزعتك يعني خطة سكنية وكذا وسكنوا فيها اناس ويتفاجئوا بعد ذلك انه المنطقة دي ما فيها ما لا تصلح لانه هي مناطق مجرى بتاع السيول فانحنا في الرأي الفني حتى لما نجي نتكلم مع الناس في نفس المنطقة يا اخي والله الحتة دي مناطق بدعة سيل اعملوا حساب كل او حاولوا ارحلوا حتات تانية وكان نغشنا مع الحكومة حتى مع السيدة الوالي المرة دي لما نتناقشنا يا اخي نحن دا نتيام هندسية قاعدة تمشي وتزور المناطق دي هي حجي بلك تصورها مثلا للمناطق المباني المبنية في مناطق السيول او في مجاري الخيران او كذا وغير كذا الرؤية الهندسية لبناء المجاري والمصارف في تلك المناطق يعني في مناطق كانت محاصرة بالمياه فبعد الزيارات الميدانية مثلا عندنا الهندسية بتكون شافة المنطقة كويس حتى نحن عندنا منمشي معانا اتيام بتاع التصوير حتى من فوق عن طريق الكاميرات الدرون وكذا فدي تدي رؤية واسعة للمهندسين حيث انهم يحددوا الشكل بتاعت الحاجات يعمل كيف ومناطق الخطر تحدي والمناطق المحاصرة بالمياه اللي بتكون فيها المناطق اللي بتكون يعني مخفضة جدا وفيها تجمع بتاع مطار بتاع مياه وكذا فبتجا اللي تعمل هندسية اللي بتخط تصورها اللي شكل المصار وتحديد المضررة فعلا المحتاجة فعلا الشغل السريع الآن وشغل المستقبلي وشغل المستقبلي وشغل المستقبلي وشغل المستقبلي في ارقام البلاغات ياريتلو مزلتلينا على الشاشة او ممكن نقولها يعني عندنا الرغم زين زيرو 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 تزعة زيرو مئة ثلاثة فعشرين ثاني زيرو تزعة زيرو مئة ثلاثة فعشرين ثمانين فعشرين طيب 095-600-700 090-123-80-90 هذه أرقام التواصل مع المبادرة ورقام البلاغات هذه أرقام البلاغات الحاسنين يتضرر في مناطقه وكذا يتصل على هذه الرقام وإن شاء الله يجب أن يجب أن يكون هناك استجابة سريعة واستجابة فورية لأنه فيه ما تبقى منظمة يعني لأنه فيه ما تبقى منظمة وعملها كبير ويكون عندها الآليات والإمكانيات اللي بتخليها ولو مبدئيا يعني لما تحصل الكارثة دي تقدر هي تقدم فيها شوط كبير جدا إلى أن يعني تلتفت منظمات المجتمع المدن المختلفة أو الجهاز التنفيذي في الحكومة أو كده ما فيما يمنع أنه المزفير تبقى منظمة بس الرؤية قطة المطابعين في الفترة الفاتت كلها ما كانت فيها الحاجة يعني ما غير نعزينا المساء 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 المسائج المساء 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 ب работать الوطنا وMe الحاجة بالخش لنعز�� في وغبر اشتركوا في القناة 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 من المناطق المثأثرة اشتركوا في القناة ومحتاجات اشتركوا في القناة وكذا سنقدرنا صلاح بعد ذلك حوجاتنا للنموسيات والمشمعات والشوالات مستمرة بزهت الشوالات في حوجة شديدة لأن المناطق المتاخمة لدي كلها في مشاكل نتكلم عن فيضاء أكثر من سيول مثال الفيضان عندها أرقام التواصل يتواصل مع المبادرة بين نسبة المطوعين أو حتى البلاغات الناس بيقدروا يتواصلوا مع المبادرة هل هناك تواصل بين الأرصاد الجوية أو الجهات التي يتراقب مناسبة النيل برضو ذلك كذلك طمنا للناس الزيادات سواء كان في النيل الأبيض أو الأزرق أو نهر النيل ستكون مستمرة لحد ديمتين أو ستتخيق متين لأن زيادة هذا العام كبيرة شديدة والله حسب الحياة وحسب النهاية الوصلنا لغاية أسبوع ستكون هناك زيادات حاصلة كان في النيل الأزرق أو في النيل الأبيض أو في ملمر مع نهر النيل نحن نحاول نحن نحاول نطمي المواطنين وأيضا نقول لهم يا أخي نستاخد حزراء في المناطق كل المناطق المتاخمة للنيل إنه يخذوا حزراء ويعملوا احتياطاتهم وكده ويكونوا في مراغبة دائمة للنيل ولمنسوبة وكده يعني الشباب أو اللجان الخدمات أو اللجان المغاومة الموجودة في كل المناطق المتاخمة للنيل أحياء متاخمة للنيل وكده يعملوا دوريات بتاعات مراغبة وبتاعات للمنسوب بتاع النيل والجزر يعني عندنا كمية بتاع الجزر من توتي وانت ماشي في شمال من شمال الخرطم وانت مواصل لغاية نهر النيل والولاية الشمالية أكثر الجزر شهرة في مواضيع الفيضانات والنيل وخريف توتي أكثر موقفة كيف هذا العام يعني والله أخي متأسرة وفي ناس توتي قاعدين الكويس إنه توتي طوالينا فيهم مدورة يعني أول ما تبدأ تصال مواضيع الفيضانات بيقع عندهم خبرة طبعاً بيقع عندهم خبرة وناسهم بيقع عندهم خبرة في مواضيع الترس وكده لكن السنة دي حيكونوا برضه محتاجين للشوالات حيكونوا محتاجين لمعدات بتاع التعبية للشوالات دي وكده وتتريس للنيل وكده عند المطرة أميزيزاتة أثرت في مناطق كثيرة بالذات من الريف الشمالي الخرطوم أو الخرطوم بحري مناطق الدرشاب أو كل المناطق في الريف الشمالي في الخرطوم أو خرطوم بحري أو مدرمان فالمطار في الحتة دي جات عنيفة شديدة أو جات كثيرة فمحتاجين حيكونوا برضه إحنا الليلة مشت مسوحات مسحت في جزء من المناطق دي أنا لغاية ما وصلت للسودي ما كانت متاجعة المسحة وصلت عندنا مناطق قريبة هنا ده في منطقة القماير في مدرمان ده المسحة أنا دخلها للسودي كان فيه زي سبعة بيت تتحدمت تهدم كامل في زي خمسة عشر بيت تتحدمت جزئية فدل محتاجه لمشمعات محتاجه للموسيات محتاجه لمواد قذائية وشوالات للترس رامي الشيخ الرايح وضو مبادرة نفير شكرا جزيل لحضورك ربنا يعنيكم إن شاء الله أنتوا بكل الشوال موجودين في المبادرة بتقنوا بجهدي كبير جدا بتواصلوا الليل بالنهار شكرا لك شكرا لكم وشكرا لكم المشاهدين إن شاء الله يعني نكون كنا خفيفين عليهم أحب نطمم وصل المطوعين المطوعين والله موجودين وقاعدين وبيتين كانوا في المغر لأن المغر شغال 24 ساعة بالحوجة الأخيرة والحوجة العانية الموجودة بذات مناطق القطر المتقمة على النيل والعمطار الحطلة أمس فعندنا المطوعين وعندنا المكتب بتاع المبادرة الموجود فاتح 24 ساعة الناس قاعد 24 ساعة سبع أيام في الأسبوع 30 من في الشهر شكرا جزيل لك يظل نفير واحد من مرتكزات الثقافة السودانية في إغاثة الملهوف في المساعدة والشراكة المجتمعية من الناس وللناس ده شعر نفير اللي بترفع دائما أتمنى أنه يمر هذا الخريف وفيضان نيل هذا العام على خير وبأقل الخسائر أتمنى أنه برضو يستمر دعما وتواصلنا مع بادرة نفير ومع كل المطمئة فيها حتى نلتقيكم ختاما تقبلتح فريق العمل الذي سعدت أنا وكل جهدهم ولد بقى شكرا